في هذه الحصة سأريكم استعمال أو ضمائر الفاعل مع الأفعال في الحصة الماضية قمتوا بتعليمكم وهي تمانية الآن سأريكم كيف تستعملونها مع الأفعال سواء مذكر أو مؤنت أنا أحب القطات أنت تحب القطات أو أنت تستعمل المؤنت والمذكر المفرد هي تحب القطات هو يحب القطات هذه تستعمل لغير العقل إنه أو إنه مثلا قطات تحب القطات إنها تحب القطات في السياق نحن نحب القطات كما تلاحظون هنا الفعل يبقى كما هو في جميع الحالات إلا ثلاث حالات هنا عندما نستعمل هذه الثلاثة دائما نستعمل مع الفعل كما تلاحظون دائما عندما تستعملون الفعل مع نضيفون للفعل